اشتركوا في القناة سوف تستمر معه في المدرسة ايضا بكلمة صغيرة كلكم في وظيفة الاخرى فانا اشتغل في مسح الادمغة فممكننا ان اقول باننا نشكل ونبلور اللغة في خلال الخمس سنوات الاولى لانا الدماغ متحرك ومتغير لذلك في السنوات الاولى نصنع اساسا يمكن ان نتعلم عليه في السنوات فيما بعد ما يمكن ان نكون به هو ان نشكل دماغ الولد بالشكل يكون في تكون في اقسام الدماغ تتواصل الواحدة مع الاخرى وان تصبح عملية التعلم اسهل في الصف الاول اذا تحدثنا عن التنور المتقدم فاننا نعرف بان ما يحصل في الروضة هو ما يؤثر على ما سيتعلم الولد فيما بعد وانا نعرف بانه في الكثير من الامور يتعلمونها تلقائيا من المحيط عن طريق المربية والعائلة وغيرهم واذا لم يكن هذا لم تكن هذه القاعدة موجودة فان عملية التعلم الكراء والكتابة ستكون اصعب بكثير نعرف بانه اذا اردنا وتحدثنا عن كثير من الامور خلال اليوم اذا اردنا نعرف كيف يبدو الخط وكيف تعالج اللغة المسموعة فهناك عدة جوانب وفي العربية الموضوع معقد اكثر من العبرية ولكن نعرف ان الاولاد الذين اكتسبوا هذه المهارات التنورية سينجحون اكثر ولهذا علاقة مع تعلم الحساب والرياضيات وليس فقط القراءة اغلب مقاييس التشخيص في الجيل الصغير هو القدرات اللغوية والمهارات التي تشير الى ان الولد على ما يرام ولكن عملية نعرف بان الاساس الادراكي المهم لتطور كل كل عمليات التعليم بدون هذا الاساس وبدون الذاكرة العمل والاصغاء فلن ينجح ولن يحصل اي عملية تعليم لذلك فالاساس الادراكي مهم في كل عمليات التطور لترجزهم من الامور تعرفون ان هناك ذاكرة وقدرات سلسلية والكثير من الامور التي تؤثر على تطور الادراك عند الولد الكثير من الاولاد الذين يعانون صعوبة في الادراك لا يكتشفونهم في الروضات العرض بكفز على طول عمليا نعرف ان هؤلاء الاولاد يضيعون ويسقطون بالكراسة وفي الاجيال المستقبلية تبدأ هذه الصعوبات بالظهور اذا اذا استطعنا التعرف على هالاولاد في الروضة فيمكننا ان نساعدهم ونسهل عليهم عند دخولهم المدارس لذلك نحن بحاجة الى دراسة كيف يمكن ان نجد هؤلاء الاولاد الذين يعانون من عسر تعليمي في مرحلة متقدمة هناك دراسة كبيرة كمنا بها نرى من خلالها ان كل المقاييس متعلقة بذاكرة العمل والادراك والوعي لذلك يجب ان نفكر قليلا وان لا نركض الى الامام بعد ان فكرت ولم اتصرف بشكل تلقائي هناك ادراك عاطفي وادراك وعي الى اخره كل هذه المقاييس مرتبطة ببدايات التنور اللغوي والادراكي والمتعلق بالقراءة هن اريد ان اريكم مثالين لان وقتنا قصير بالنسبة للدراسات كنتم بها على لغة العربية الدراسة الاولى مع بروفوسور ميخيل شاني وطالبة لدينا ريمة شواهنة فحصنا مساهمة التأسيس الادراكي وتاثيره على الكتابة في الصف الاول كلنا انهم من اجل ان تقرأ يجب ان يكون لديك الادراك ان يعمل الادراك لديك بشكل جيد وهذا الصعب لان الاولاد ينتقلون من اللغة المحكية الى اللغة المكتوبة وكل هذه الامور معقدة اللغة المكتوبة معقدة فيها القواعد وفيها التشكيل في البداية يجب ان نفكر لا نستطيع ان نقرأ ونكتب بشكل تلقائي ونحن نعرف ان اكتساب القراءة باللغة العربية صعبة جدا والانجازات كما رأينا في الكثير من العروض اليوم ان اكتساب القراءة منخفضة اكثر منها بلغات اخرى لذلك علينا ان نعرف العملية لنستطيع تطوير الموضوع اذا الهدف كان فحص المساهمة في موضوع الادراك وهناك علاقة بين هذا وبين القدرة على القراءة والكتابة لدى متحدثية العربية وهي تساهم كثيرا في شرح المتغيرات او الفروقات في موضوع القراءة هذا وليس مهما ما هي القدرة اللغوية الاخرى والجميل الذي رأيناه هو قدرتك على رد الفعل كان مرتبطا بالقراءة الدقيقة والواضحة وذاكرة العمل ارتبط كثيرا بالقدرة على الكتابة والاملاء في صف الاول يعني بسبب التحديات التي تضعها الصفة العربية امام الكراء فان علينا ان نطور القدرات الادراكية مثل الدراكية والذاكرة في العمل يجب ان نطورها بشكل جيد والاولاد في الروضة هم اولاد وعليهم ان يلعبوا واستمتعوا ولكن يمكننا ان نقدم هذه المركبات بشكل ممتع يعني ممكن ان نجعلهم يسيرون باتجاه الحبل وان نكون بنشاطات دقيقة وممتعة ومن ناحية اللغة العربية ايضا فحصنا معالجات العلاقة بين الامور المرئية والكلمات وقمنا بهذه الدراسة مع هذه الخوالد والبروفيسور اعتقد امل بان لديكم هذه العوارد ونحن نرى بان معالجات الصور مهمة في عمليات الكراءة التعرف على الاشكال مهمة جدا في الروضة اردنا ان نفحص واخذنا اولاد في الروضة فحصنا معهم في الكثير من خلال الكثير من الفعاليات رأينا بانه في السور هناك امكانية لحلها وتغلب عليه اكثر من الاحرف لان الحروف متشابهة مثل هذه الصور مثلا قدمنا لهم اسئلة يعني تعاملنا مع موضوع تشابه بعض الحروف مع بعضها بالعربية فالحروف في تسلسل وهي قريبة لأحد من الاخرى متشابهة ايضا بالشكل تعرفون هذا اكثر مني مثلا انظروا هنا الى الحروف كان يجب ان يروا الحرف ويقولوا اي حرف هذا وهذا يمكن ان يجعلهم يخطئون في التعرف عليها ما نراه بشكل عام هو انه بشكل عام المعدل معدل التعرف هو حوالي 60% يعني في الروضة يعرفون الكثير من الحروف نعرف بانهم يبدأون بالتعرف على الكثير من الحروف بالنسبة للدقة في التمييز نرى ان الحرف الجار والمشابه يتعرفون عليه بشكل اكل ومن اجل التعرف عليها كان يجب ان يجب ان يتمتع الولاد باصغاء وانتباه صوري اكثر من غيره هذا الاختلاف بين الحروف المتشابه ولكنها مختلفة قليلا فالذين تمتعوا بقدرة في التمييز بواسطة النظر كانوا اكثر انجازا اذا لخصت سأصل الى التأثيرات نرى بان هناك حروف من الصعب على الاولاد ان يتعلموها لذلك من المهم التكريس على هذا والتركيز عليه وكذلك الجانب الصوري الشكل الخارجي لمساعدتهم على معرفة الحروف بشكل افضل هذا مثالين كان مثالين اللي فهم اهميات الاشكال والموضوع الادراكي على الاولاد اليوم تحدثنا كثيرا عن التدخل ونحن في جامعة حيفا مع برفيسور تامي كاتسير وأوليليفكا طورنا برنامج تدخل اسمه أور هناك سمعنا اليوم أور آخر ولكن هنا تحدث عن الأور خاص بنا وهذا يعمل من خلال القصة نعمل بنفس الوقت مع القدرات التنورية والادراكية والعاطفية ما نريده هو تقوية الولد في كل المجالات ليستطيع اكتساب الكراءة بشكل أفضل وأنا أكفز مباشرة إلى هذا تحدثنا عن التحليل وكتابات القصة والثروة اللغوية هناك الكثير من برامج التدخل ومنها أيضا عملنا على الإصغاء والذاكرة وطبعا من خلال ذلك عززنا قدرات الولد بالناحية ثقته بنفسه وثقته بقدراته وما رأيناه بعد عشرين أسبوع من التدخل هنا أكفز إلى الصلاة بين المقاييس نرى في الصف الأول علاقة بين القدرة الإدراكية والقدرة على القراءة في بداية الصف الأول وفي نهاية الصف الأول والجميل هو هذا الشيء ما كمنا به هو أننا قسمنا الأولاد الذين شاركوا في عملية التدخل والذين تجاوبوا جيداً وهذا يعني بأنهم رفعوا كمية الكلمات التي استطاعوا قراءتها مقابل الأولاد الذين ما تقدموا كثيراً تقدموا فقط بالشكل قليل جداً نرى الفرق بينهم الأولاد الذين لم يستجيبوا للتدخل بشكل جيد كانوا أبطأ وقدرتهم على تمييز الأشكال أيضاً كانت أقل والانتباه والإصغاء كان أقل وكذلك الأيكيو كان أقل والقدرات الوظيفية كانت أعلى عند الذين كانت تجاوبهم أكثر وإذا أردنا أن نلخص نرى بأن كل المقاييس عند كل الأولاد الذين كانت لديهم قدرات أساسية جيدة هم الذين كفزوا أكثر والذين كانوا مع مقاييس أقل في البداية ظلوا كفزوا ولكنهم ظلوا أقل قدرة والذين شاركوا في برنامج التدخل كانت كفزتهم أكبر ونلخص ونقول بأن القدرات الإدراكية يمكن أن تميز بين الأولاد الذين يحسنون من قدراتهم في الكراعة أكثر من الأولاد الذين لا يتمتعون بقدرة إدراكية جيدة إذن هذا مطلوب للتقدم في مهارة القراءة ونحن بحاجة لكي نتقدم بحاجة إلى الفهم ولسا فقط التعرف وهذا مركزي جدا نرى أن يجب أن نساعد هؤلاء الأولاد من جيل الروضة وعملية القراءة هي شيء مركب هناك أولاد لديهم مهارات لغوية متأخرة أو متقدمة هناك أولاد مع ثروة لغوية قليلة ولكنهم مازالوا يستصعبون اكتساب القراءة لذلك يجب التعرف عليهم ومساعدتهم شكراً على الإصغاء ومتأسف على الماراتون شكراً أنا دوريت أنا كثير شكراً شكراً شكراً